نكمل يا ثامن وصلنا عند مثال رقم ثلاثة وصلنا عند تدريب رقم اثنين اللي بصفحة ثلاثة وثلاثين إذا عند تدريب رقم اثنين بصفحة ثلاثة وثلاثين ننحله مع بعض بل سهلة بننحله بطريقة أسرع شوي لأنه خلص شرحنا الفكرة هلا بس بيضل علينا نطبق يلا ما ناتش ما يلي سالب ثمانية جذر السبعة زائل جذر الثلاثة وستين زائل جذر الخمسين ناقص ثلاثة جذر الثمانية بدي تنتبه أنه السالب ثمانية مع الجذر السبعة لأنه العدد اللي بيكون جنب الجذرية معناته هم مع بعض هنا ما في عدد جنبه معناته العدد لجنبه واحد مش للجذر هذا لا العدد لجنبه هو عبارة عن واحد جذر الخمسين من نفس الاشي ما في عدد جنبها معناته واحد هنا جذر الثمانية شو العدد لجنبها تلاتة معناته هذول مع بعض تلاتة جذر الثمانية يلا نجي نحلهم مع بعض بطلع على العدد ما داخل الجذر هون جذر التربيع للسبعة بقدر أحول السبعة لحاصل ضرب بما أنه هي مش مربع كامل على حاصل ضرب عددين أحدهم مربع كامل فش غير واحد بسبعة معناته هي أبسط اشي إذا بنزلها كما هي سالب ثمانية جذر السبعة لأنهم مع بعض نزلتهم مع بعض زائد نكمل باجي على تلاتة وستين هل تلاتة وستين مربع كامل مش مربع كامل فبس الحالي بقدر أحول على شكل حاصل ضرب عددين أحدهما مربع كامل والعدد الآخر إلو علاقة بالعدد اللي موجود ما داخل الجذر اللي جنبه بحكي تلاتة وستين من وين تيجي من تسعة في سبعة معناته هي عبارة عن تسعة في سبعة صح يا ميس آه ممتاز يلا من المربع كامل التسعة والعدد الثاني بيشبه العدد الموجود ما داخل الجذر في الجذر اللي جنبه نعم هيها هون سبعة وهون سبعة رح يصير وهي مربع كامل بدل ما نرجح نكتبها يا ميس خلص بنا نحطها كما هي حكينا شو بناتهم هون واحد ضرب واحد ضرب طيب باجي هيك بألمي رصاص بخط خفيف بحكي تلاتة وستين هيك كأني بشطبها بحط مكانها تسعة ضرب سبعة وإحنا أخذنا حسب قوانين الأسس إنه الجذر بيتوزع على الداخل إذا كان الداخل ضرب فبيصير جذر التسعة ضرب جذر السبعة شو جذر التسعة يا ميس إيش العدد بضرب ونفسه بعطين تسعة تلاتة طب هاي اللي طلعت هون التلاتة شو بينها وبين الواحد التفاءن ضرب إذا بتصير واحد ضرب وهدول كلهم مع بعض هيك اللي بدي أحطهم واحد ضرب جذر التسعة يعني تلاتة ضرب جذر السبعة ما إلها جذر إذا تنزل كما هي كما هي هيك أصبت شكل أحسن ما أعيد نفس الخطوات زائد هسا بتطلع العدد هون اللي هي عبارة عن الخمسين بقدر أحول الخمسين على حاصل ضرب عددين أحدهما مربع كامل ممتاز إيش الخمسين إحنا حفظينها مثلا عشرة بخمسة ولا واحد فيهم مربع كامل لا العشة ولا الخمسة طب إيش ثاني الخمسين اتنين في خمس وعشرين إذن اتنين في خمس وعشرين نعم الخمس وعشرين مربع كامل إذن بقدر أكتبها شوف شو بدي أعمل بحط هون اتنين ضرب خمس وعشرين جوا تما كان الخمسين وما ننسى الواحد الواحد مضروبة فيها كاملة فبتصير واحد ضرب وهذا حكينا الواحد جاي معي الجذر هادي يعني هدول مع بعض هيك واحد ضرب واحد ضرب جذر اتنين ضرب جذر الخمسين لأنه حسب قوانين الجذور الجذور تتوزع إذا كان الداخل ضرب يلا واحد ضرب شو الجذر الخمسة وعشرين شو العدد بضرب بنفسه بعطين الخمسة خمسة ضرب شو الجذر التنين ما إلها جذر إذا تنزل كما هي ممتازين يا ثامن نكمل ناقص هسة هون نيجي هيدول مع بعض حكينا هل التمانية مربع كامل لا إذا مدح أكتبها على حاصل ضرب عددين أحدهما مربع كامل وننتج بتمانية من أربعة في اتنين ممتازين هاي أربعة في اتنين الأربعة مربع كامل ممتازين يلا إذا بشطب التمانية هيك بكتب فوقيها أربعة ضرب اتنين فبتصير تلاتة ضرب وحسب قوانين الجذور حكينا بصير بتوزع عليه فبصير تلاتة ضرب هيها تلاتة ضرب مع بعض هادو اللي بنا نكتبهم هلأ جذر الأربعة شو هي جذر الأربعة إيش العدد اللي بضربه بحاله بعطين أربعة اتنين ضرب جذر التنين هاي للتاني اللي بتتوزعها التاني ما إلها جذر إذا بتنزل كما هي هلأ الخطوة اللي بعدها بعد ما أحولهم على هذا الشكل بدي أوجد ناتج الضرب حكينا هاي ما بتتبسط أكثر من هيك فبصير تتالب تمانية جذر السابعة زائد هلأ هادول مع بعض زوبة شكل ومووجد حاصل الضرب واحد بتضرب الأعداد في بعض ما ليش في الجذر واحد ضرب تلاتة تلاتة ضرب جذر السبعة برجعش أكتب ضرب حكينا خلاص احنا بنعرف لحالنا إنه بناتها بضرب إذا جذر السبعة ما بتضرب هادول في بعض لأنه هاد عداد وهذا جذر زائد هسل نضرب الأعداد برضو واحد ضرب خمسة خمسة وجذر التنين بتنزل ناقص يلا هلا كنفس الاشي ثلاثة ضرب اتنين ستة تنزل كما هي والجذر التنين ممتازين يا ثامن يا ثامن هلا بنجمع أو بنطرح الجذور المتشابه هو واضح من خلال الحل اللي حلنا إنه هذا الجذر يشابه الجذر لجنبه ليش لأنه نفس نوع الجذر تربيعي واللي داخل متشابه هون سبعة هون سبعة كمان هذا الجذر يشابه هذا الجذر إذا مضل على النجمع أو نطرح مين حكينا المعاملات العدد اللي هو نكمل يا ثامن حكينا هدول الجذرين متشابهين يلا بدنا نشوف إشارة الجمع اللي بناتهم ونجمعهم على حسب إشاراتهم سالب تمانية المعاملات إحنا شو بنعمل نجمع المعاملات سالب تمانية زائد ثلاث الإشارات مختلفة نأخذ إشارة العدد الأكبر يعني مين الأكبر تمانية ولا الثلاثة التمانية إذن سالب شو بنعمل نطرح تمانية ناقص ثلاثة خمسة ثم ننزل نفس الجذر اللي هو جذر السبعة إذن هيك هدول راحوا مع بعض هلأ بننكمل لورها لما نكمل لورها بنحط جمع زائد زي ما هو مكتوب هلأ بدنا نوجد ناتج شو حاطط بناتهم طرح هذول الجذرين المتشابهين خمسة ناقص ستة بنطرح مين المعاملات وبننزل نفس الجذر هاي المعامل الأول خمسة والمعامل الثاني ستة خمسة ناقص ستة نأخذ إشارة الأكبر ثم نطرح اللي هي عبارة عن سالب ستة يعني إشارتها سالب ثم نطرح بنطرح العدد الكبير ناقص العدد الصغير إذن ستة ناقص خمسة وهي عبارة عن واحد سالب واحد شو جذر اتنين طب يا ميس بنقدر نجمع هذول الجذرين مع بعض طبعا لا ليش إنه جذر السبعة وجذر اتنين غير متشابهين صحنا في النوع بس العدد اللي جوه مش متشابه حكيا نحنا بنجمع الجذور المتشابهة وهيك يا ثامن أنهينا تدريب رقم اتنين اللي موجود بصفحة تلاتة وثلاثين بقولي في السؤال تحدث كيف تجد قيمة جذر تربيعي لعدد ليس مربع كامل أخذنا بصف سادس إنه العدد اللي مش مربع كامل كنا نوضعه هاي بالتقريب بوضعه بين جذرين لمربعين كاملين يعني مثلا جذر الخمستاش كنا نوخد جذر لمربع كامل أصغر منه وجذر لمربع كامل أكبر منه اللي هو مثلا جذر السطاش وهنا جذر التسعة بعدين نوجد إجابة كل واحد منهم اللي هي ثلاثة أقل من جذر الخمستاش أكبر من ثلاثة وأقل من الأربعة ثم بنقرر عامين أقرب الخمستاش عامين أقرب على السطاش ولا على التسعة على السطاش معنات وجوابها أربعة اليوم في هذا الدرس تعرفنا طريقة ثانية عن طريق تحويل العدد اللي مش مربع كامل لحاصل ضرب عددين شو ما لهم أحدهما مربع كامل إذن بحوله على شكل حاصل ضرب عددين أحدهم مربع كامل بوجد جذر المربع كامل ويبقى جذر العدد الآخر اللي مش مربع كامل كما هو جمه وهكذا إذن بطريقتين زي ما تعلمنا اليوم وما تعلمنا بالصوف سابقة نشوف سؤال فكر وناقش بصفحة 33 سؤال فكر وناقش بصفحة 33 جد قيمة كل من ما يلي واحد جذر التكعيبي بس شوف عندي جوه عندي ضرب معناته حكينا أنه جذر التكعيبي بتوزع الضرب بس قبل غير الضرب فيه عندي جذر فأول إشي إذا كان في عندي جذر الداخلي جوه الجذر الكبير أول إشي بوجد قيمة الجذر الداخلي ثم بحل يعني أول إشي لازم أوجد قيمة الجذر الداخلي هات بعدها بحل جذر 64 جذر التربيعي طبعا إيش العدد بضرب نفسه بحطين 64 اللي هي عبارة عن 8 حطيتها مكانها فقط وبكمل لجوه ضرب واحد بالألف هلأ حكينا لما يكون ما داخل الجذر التربيعي أو التكعيبي ضرب فإن الجذر يتوزع فبصير الجذر التكعيبي للتمانية ضرب الجذر التكعيبي لمين للواحد بالألف ممتاز واحد بالألف هاي هون فاصلة مش سفر هون نفس الشي فاصلة شو الجذر التكعيبي مثل التمانية أيوة اثنين ضرب شو الجذر التكعيبي للواحد بالألف اللي هي عبارة عن واحد على ألف وبرضه الجذر التكعيبي في حالة القسم بتوزع فبصير جذر الواحد على جذر الالف يعني اتنين ضرب شو جذر الواحد واحد على جذر الالف اللي هي عبارة عن عشرة وضرب كسور اتنين ضرب واحد اتنين على واحد ضرب عشرة عشرة ويساوي اتنين على عشرة هاي رقم واحد نشوف رقم اتنين رقم اتنين بحكي للجذر التكعيبي لسبعة من نشوف هايك من عشرة من مية من ألف من عشر آلاف من مئة ألف من مليون إذا بدأ أوجد الجذر التكعيبي للسبعة من مليون هي كيف بكتبها هاي الجذر التكعيبي للسبعة على مليون الجذر التكعيبي للسبعة على مليون طب يامس إحنا حكيا في حالة القسم الجذر بتوزع فبصير الجذر التكعيبي للسبعة على الجذر التكعيبي لمن؟ للمليون يلا إيش العدد اللي بضرب نفسه ثلاث مرات بعطيني سبعة؟ ما فيه إذن تبقى كما هي ما في تبقى كما هي ايش جذر التكعيب للمليون يعني ايش العدد اللي بضرب نفسه ثلاث مرات بعطيني مليون شو رأيكم ايوة مية ممتازين مية ضرب مية ضرب مية بتعطيني مليون اذا جذر التكعيب للسبعة على مية وهيك يا ميس بينتهي درسنا التعابير العددية او تبسيط التعابير العددية التي تحتوي جذور الواجب البيت المرة الماضية الحصة الماضية كان السؤال الاول من فرع الف لفرع واو زائد السؤال التاني زائد السؤال التالي هلأ رح نطلب بهاي الحصة واجب بيتي من السؤال الاول فرع زينوحة اذا من السؤال الاول اللي موجود بصفحة 34 فرع زينوحة زائد رح نوخد سؤال من اسئلة المراجعة زائد السؤال الثامن اللي بصفحة 36 اذا زائد السؤال الثامن اللي بصفحة 36 ويعطيكم الف عافية ثامن شكرا